دنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين تذكروا عندما تكلمنا في الفاتحة أن الله تعالى قد أثنى على نفسه لربوبيته على العالمين عندما ابتدأها و أشار إلى أن ربوبيته ربوبية رحمة عندما قال بعد الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم و جعلها تسبق مالك يوم الدين كما أن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علا ثم أعطاك الله المفتاح الذي تنجو به من ذلك اليوم و هو إخلاص العبادة له وحده عندما تقول إياك نعبد إياك نستعين يقول شيخ سامتيمية و لهذا كان أنفع الدعاء و أعظمه و أحكمه أنفع دعاء و أعظمه و أحكمه أهدان صراط المستقيم أي صراط؟ صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الظالم يقول شيخ السلام فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته و ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة قل لي بالله عليك يعني ماذا تفعل لو لم يهدك الله و أعزه الصراط المستقيم؟ قد يقول القهد طيب لماذا أطلب الهداية إذا أنا أصنه تديت؟ أولا قبل كل شيء يعني لا يمكنك أن تزكي نفسك تقول أن أنا هتديت ما يمكنك لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تتقى و على فرض على فرض يعني أنك على هداية إن شاء الله نكون أنا وياك عليها فمن قال أنه لا يلزمنا أن نزداد من الهداية ابن القيم رحمة الله عليه الآن يريد أن يعطيك سب طلبك لهداية الصراط المستقيم انظر ماذا توجد في هذه الكلمة هذه الصراط المستقيم فيها أشياء أبعد ما تتصور وأكثر ما تتخيل الصراط المستقيم يضمن علوم يقول من القيم فإن الصراط المستقيم يضمن علوما وأعمالا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت هذه المسألة بسيطة انظروا قال فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد و قد لا يعلمها طريق الله عز وجل الحرام والطاعة والمعصية والعلم قد يعلمها و قد لا يعلمها يقول ابن القيم و قد يكون و قد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه طبعا الله عز وجل و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فتفاصيل الصراط قد تعلمها و قد لا تعلمها و الذي لا تعلمه قد يكون أكثر ما تعلمه فيقول اهدان الصراط المستقيم لماذا ليزيد علمه طيب حتى هذا الجزء الذي تعلمه الذي هو أقل قد تقدر عليه و قد لا تقدر عليه يعني أنت تعلم الحج و ها جوا لكن تستطيع الحج بعض ناس يستطيع بعض ناس ما يستطيع تعلم فضل الصيام لكن قد تستطيع الصيام و قد لا تستطيع ربما ليس عنده ما ليتصدق إذن لماذا اهدان الصراط المستقيم أعلم و لكن لأجل أقدر هاي مسألة أخرى و حتى الذي تعلمه و تقدر عليه من العبادات قد تريدها نفسك و قد لا تريدها نفسك تقدر لكن قد يصيب إنسان كسر تقدر المرأة أن تقوم لصالة الفجر في الوقت لكن نفسها لا تشتهي فتتثاقل فتصلي بعد طلوع الشمس يقدر رجل أن يذهب إلى المسجد لكنه لا يذهب إلى المسجد تتثاقل نفسه فلا يذهب لهذا ماذا يقول في الصلاة أهدنا الصراط المستقيم حتى نفسي تطاوعني كي أريد العبادة حتى و إن كنت أقدر عليها طيب فإن كان أيضا نفسه تطاوعه حتى لو فعلها العبادة قد يأتي بالإخلاص و قد لا يأتي بالإخلاص كأن يرأي مثلا فنقول اهدنا الصراط المستقيم لنخلص حتى لو أخلصت و أتيت بشورة الإخلاص قد تأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه و و أليه و سلم و قد لا تأتي و هذا شرطا قبول العمل إذا ما أتيت بهما لا تقبل العبادة عمل فيه إخلاص و لسي فيه متابعة لا يقبل متابعة بالإخلاص أيضا لا يقبل إذا أنظر كل هذا إذا تجدنا نقول اهدنا الصراط المستقيم لنرزق المتابعة بعد لخلاص بعد فإذا علم العبادة و قدر عليها و أرادتها نفسه و عملها و أخلص و تابع ماذا بقي عليه بقي شيء يقول من قيم يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتني على هذا العمل حتى بعد هذا كله تحتاج إلى تثبيت فلن تتوقف عن اهدنا الصراط المستقيم فإن القلوب بين صبعين و صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذاك يحتاج الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم حاجة شديدة فاللهم اهدنا الصراط المستقيم والله ما ترك لنا بمقيم شيئا و الصراط يوم القيامة شأنه عظيم عن أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل إن شاء الله اشفع لك قلت فأين أطلبك قال أول ما تطلبني على الصراط قال أنس فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قال فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوم فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن رواح التنمذي و صحهاه الألباني رحمة الله عليه و الصراط مضروب على متني جهنم قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها بيع الشجرة فقالت حفصة بلى يا رسول الله يعني يدخل النار فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني زجرها فقالت حفصة و أي منكم إلا واردها يعني تستزل في هذه الآية فقال النبي عليه الصلاة والسلام و قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا و نذروا الظالمين فيها جثية حديث الله مسلم و هذا الصراط له صفة أنه ضحض مزلة يعني يزحلق الأقدام إذا وقفت عليه القدم قد تزحلق الأنسان صفة صعبة كيف نمر عليه بحسب النور ذكر نبي صلى الله عليه و آله وسلم أن الله يعطي الناس نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى النور مثل الجبل عظيم يسعى بين أيديهم مثل الجبل و منهم من يعطى نوره أصغر من ذلك منهم من يعطى مثل النخلة بيده منهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة و ينطفئ مرة كيف يعبرون بعد الفاصل بصلاة أبنو من ربي و أنور في الدنيا قلبي و أكبر بسم الله